السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن وسهلا بأبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السادس على منصة البكث المباشر بالوزارة ودرسا جديدا من دروس الرياضيات سأصحبكم في رحلتكم اليوم ومعكم الأستاذة عبيب خسني معلمة الرياضيات ومدربة مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين جلا بينا نبدأ رحلة النهاردة إن شاء الله هنكمل في رحلتنا الوحدة الثالثة المقادير الجبري وطبعا احنا في المفهوم الأول استخدام التعبيرات الرياضية وتحليلة وهناخد درس جميل اسمه تحليل التعبيرات الرياضية يبدأ الدرس الثاني احنا بدأنا الوحدة الثالثة الحصة اللي في عدة التاني والأربع والنهاردة الدرس الثاني تحليل التعبيرات الرياضية بإذن الله الحصة الجاية هناخد الدرس الثالث عشان يبقى كده منهج شهر أكتوبر يلا بينا هنشوف هنتعلم ايه النهاردة هنتعلم النهاردة نحدد عناصر المقادير الجبرية مثل الحدود والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات لو بدأنا مع بعضينا هنعرف يعني ايه مقدار جبر احنا خدنا التعبيرات الرياضية عبارة عن حاجتين حيث صليفات خدنا تعبيرات عددية وخدنا مقدار جبر وقلنا التعبيرات العددية عبارة عن اعداد وعمليات والمقدار الجبري هو كل ما تكون من حد جبري أو عدة حدود يعني يكون حد واحد أو عدة حدود ويفصل بين كل حد من الحدود المقدار بعلامة ايه جمع أو علامة طرح يبقى المقدار الجبري عبارة عن حد جبري واحد أو عدة حدود بيفصل بين كل حد من الحدود في المقدار ده بعلامة جمع أو علامة طرح طب لو أعطتك مثال لمقدار جبري يلا نشوف كده مع بعض لو أنا قلتلك اتنين اكس زائد خمسة وي زائد سبعة أنا عايزي أعلمك النهاردة كذا إسم أو كذا مفهوم أول ما نقدأ هقولك فين المتغير فين المتغير اللي عندنا المتغير اللي عندنا عندنا متغيرين اكس وواي يبقى لما أقول كلمة متغير يبقى أنا لما اختار كلمة متغير يبقى أنا هقول مين ومين عندنا X وعندنا الواي يبقى أنا هكتب X وهكتب الواي تمام طيب لو قلت لك كلمة معامل كلمة ايه معامل المعامل اللي هو العدد المضروف في المتغير أو المعامل هو العدد المضروف في المتغير من الأرقام المضروبة هي 5 و2 يبقى 5 و2 دي المعامل اللي موجود جنب المتغير يبقى عندي العددين دي 5 وعندي 2 تمام طيب مين هو الثابت الثابت وهي الأرقام الثابتة أو الأعداد الثابتة في المجدار الجبل من هو الثابت اللي كل شوية بينزل لنا العدد اللي هو بروحه اللي هو بمفرده اللي هي السبع ثاني يبقى لما اديك مجدار جبري زي اللي قدامنا ده لازم أحدد فيه لازم بكون عارف أن عندي ثابت وهو العدد وعندي اللي هو المتغيرات اللي موجودة عندي بس هنا في المسألة اللي قدامنا أو في المجدار الجبري اللي قدامنا عندنا متغيرين إسمه X متغير إسمه Y يبقى كلمة متغير أصدر الحروف الأبجادية الموجودة X و Y طيب من هو المعامل المعامل هو الرقم الذي يضرب فين الذي بيكون موجود مضروف فين في المتغير طيب يبقى المقدار الجابري هنا لو انت شفته هل فيه علامة اليساوي لا ما فيهش علامة اليساوي يبقى احنا نقول تاني عايزين نطلع من المقدار اللي قدامنا ده عايزين نطلع منه كذا مفهوم النهارد متغير ومعامل وثابت متغير ومعامل وايه وثابت يلا معايا نشوف لو انا قلتلك المتغير من المتغير قلتولي X و Y تمام لو قلتلك المعاملات المعاملات الخمسة Y والتنين Y اللي هي الخمسة والتنين الأرقام تمام طيب لو قلتلك من هو الثابت الثابت هو السبعة هو العدد سبعة طيب هنتعلم من هنا كمان انت ملاحظ المقدار الجابري اللي قدامك هل فيه علامة اليساوي لا لا يحتوي على علامة اليساوي يبقى المقدار الجابري لا يحتوي على علامة اليساوي تمام طيب لو قلتلك انا عندي جدول وعايزين نكمله حدد في كل المقادير الجابرية القاتية المقدار الجابري على ايدك اليمين وبعدها عندي عدد الحدود يعني نعد الحدود اللي في المقدار الجابري عايزين نشوف مين الثابت وعايزين نشوف مين المعاملات لو قلت المقدار الجابري خمسة اكس زائد ثلاثة يا طرى هنا كم حد عدد الحدود عدها ادي حد اللي هو تحت ادي الثلاثة هي حد والخمسة اكس حد يبقى كم حد في المسألة عندي في المقدار الجابري يبقى عندي في المقدار الجابري هنا حدين يبقى عندي في المقدار الجابري هنا كم حدين طيب تعالي نشوف الثوابت مين العدد اللي ما فيش جنبه متغير العدد اللي ما فيش جنبه متغير هو الثلاث يبقى إذن هو ده السابت يبقى أنا أكتب هنا كام؟ ثلاثة تمام طيب لو قلت لك المعاملات المعاملات وهو العدد الذي يضرب فين؟ في المتغير يبقى مين اللي جانب المتغير X؟ آه يبقى أنا هنا هكتب خمسة ثاني نقول ثاني نقول ثاني المقدار الجابري جاني أعد حدوده يلا تفضل عد حدوده هنعد عد يبقى كام؟ واحد اتنين بعد ما عديت أروح أكتب في الجدول تمام؟ يبقى عندي مقدارين أو حدين حلو وبعدها بشوية بيقول لي السوابت السوابت وهو العدد يبقى ثلاثة طيب بيقول لي المعامل من هو المعامل؟ اللي هو الخمسة كتبنا روح بقى حد التاني في المقدار اللي بعده عايزين نعد الحدود عد معي واحد اتنين تلاثة يبقى نكتب عدد الحدود ثلاثة أحسنتم جميعا ممتزين طيب يا مسي فين السابت؟ السابت وهو العدد من العدد؟ أو خمسة ممتزين من المعاملات التي لديك في المسألة أو في المقدار الجابري؟ برافو بيقولوا لي ثلاثة و السبعة ممتزين هذه الثلاثة اللي قدام السي والسبعة اللي قدام البي ما هي الثلاثة مضروبة في السي يبقى ده معامل والسبعة مضروبة في البي يبقى ده معامل يبقى عندي كم معامل في المسألة؟ اتنين ثلاثة و السبعة طيب ننزل على المقدار الجابري الثمانية وار أنت عدد حدودك كام؟ عدد حدودي وحدة بس عندي واحد بس ما فيش بينهم علامات ما فيش أي حاجة عملية جمع أو عملية طرحب إذن معامل واحد فقط أو حدودي حد واحد فقط تمام من الثابت؟ لا يوجد أو لا شيء طيب من المعامل؟ المعامل العدد المضروف في المتغيلات 8 تمام؟ ممتازين عافي على أولادي طيب لو جيت قلت لك المقدار 3x زائد y زائد 5z زائد 9 أحلها إزاي؟ أول خطوة بنعد الحدود عد معي أدي واحد اتنين ها تلاتة ها أربع حلو أولا أربع حدود أروح أكتب أربع حدود حلو بعدين أروح أقول له الثوابت مين الثابت؟ هل الوي ثابت؟ لا بنقول الثوابت بتكون أعداد الثابت يكون أعداد مين العدد؟ السبعة نكتب سبعة يلا دور على المعاملات شطار شطار يبقى أنا عندي مين المعامل؟ ثلاثة حلو طب في حاجة قدام الوي أي ويا ميس دا احنا مش كاتبين حاجة بس بيعتبر ايه؟ واحد احنا قيلين الكلام ده قبل كده واحد وبعدين عندي مين؟ عندي الخمسة يبقى كم معامل عندي؟ ثلاثة معاملات اللي هو الثلاثة والواحد والخمسة في ناس لسا دخلت للوقت الحصة نخلي بنا مع بعض هنا قلنا كام حد نعدها تاني نعملها تاني من الأول نعايزين نعد الحدود أو ما نلاقي المجدار أعد الحدود يلا نعد الحدود تعال نعدها تاني تمام حلو طب لما عد الحدود هتلاقيها كام؟ نعدوها كده هتلاقوها كام حد أربع؟ السبعة والخمسة زد والواي والتاتة اكس يبقى أربع حدود كتبتها طب وبعدين عايزين السوابت اللي هي الرقم سبعة تمام عايزين المعاملات المعاملات اللي هو اللي قدام الرموز اللي مضروف الرموز عندي تلاتة وعندي قدام الواي واحد وعندي قدام الزد خمسة كده وضحت؟ ممتازي ندخل على المجدار الجابري اللي بعده عندي ابتتع كام حد؟ هو حد واحد فقط طيب الثابت كام؟ الثابت تسعة طيب المعاملات لا يوجد المعاملات لا يوجد ممتازي ندخل على الـ X على ثلاثة لو جيت قلت لك كام حد في المسألة دي أو في المجدار ده هتقول لي واحد طيب تمام من الثابت؟ عندك ثوابت؟ عندك عدد بروحه؟ لا مفيش يبقى لا يوجد طيب من المعامل؟ المعامل هنا هو الكسر مين الكسر؟ اللي هو التلت لأن التلت مضربة في X في أصبحت X على ثلاثة يبقى هنا نقول هنا المعامل بتاع الـ X هو عبارة عن تلت لأن الـ X انضربت في التلت في أصبحت X على ثلاثة ها كان تمام؟ ممتازية عافية لأولادي طيب أنا دلوقتي خد تحدد في المقادير الجابرية الاتية الحدود والثوابت والمعاملات يعني أنا أفهم من كده أن أنا لما جاء أصنّف المقادير الجابرية في مقادير فيها حدود متشابهة يا شطار وفي مقادير فيها حدود غير متشابهة زي إيه؟ تعالي نعملك الخريطة اللي أنا عملتها دلوقتي أنا عايز أصنّف المقادير الجابرية دي لحاجتين حكتين. مقادير فيها حدود متشابهة ومقادير فيها حدود غير متشابهة. لو قلنا لحدود المتشابهة يعني حدود نفس المتغير. يعني عند الـ X تكررت. عند الـ Y تكررت. عند الزد تكررت. زي ايه مس؟ اهي هي الحدود المتشابه. اللي يقصد بها حدود بها نفس المتغير. لو مسكت الـ X يبقى نقول 3X زائد 2X. لو قلت Y يبقى 2Y زائد 7Y. وهكذا. زي ايه المسال؟ اعطاقهم. 3X زائد 8 زائد 4X. حلو. طيب ممكن المسال تانية مس؟ اه ممكن. هنقول ايه هقول L زائد 6L زائد 8. عملت حدود تانية. اللي هي الحدود المتشابهة. يبقى نفس الايه؟ نفس المتغير. مكررت الـ. يبقى ده كده علىها نفس الحدود. لها نفس المتغير. خلاص كده؟ دي حدود المتشابهة. طيب لو اتنقلت على الحدود الغير متشابهة. المقادير اللي فيها الحدود غير متشابهة. دي بتحتوي على اكتر من متغير. يعني مسألة الواحدة او المقدار الواحد او التعبير الرياضي بتاعي. هيكون فيه كم متغير هيكون فيه اتنين او تلات اهو يبقى الحدود الغير متشابه هي عبارة عن حدود تحتوى على متغيرات مختلفة مثلا زي ايه هيديك مثال ثلاثة اكس زائد تمانية واي زائد اربعة زائد هل فيهم واحد شبه التاني لا طب انا انا كتبت خمسة خمسة ايه زائد تسعة دي زائد ثمانية سي هل يطرى الاي والبي والسي متشابهين لا دي حدود غير متشابهة يعني تحتوي على متغيرات مختلفة تحتوي على متغيرات ايه مختلفة حلو تمام عالوة انتشوف المسألة اللي بعد كده يبقى انا هطلع من الصفحة دي ان انا بصنف المقادير جابريه هلاحظ ان فيه بعض المقادير فيها حدود متشابهة يعني الحد متكرر نفس المتغير يعني اكس يبقى فيه اكس واي فيه واي فيه حدود غير متشابهة مقادير فيها حدود غير متشابهة يبقى عندي اكتر من متغير اكس واي وزد او اي بي سي تمام كده لو خدت مسألة شطار اشترى احمد عددا متساويا من الاقلام والقراسات وكان سعر القراسة خمسة جنيهات خمس ايه جنيهات تمام وبعد ذلك اشترى ادوات ما ده سيب مبلغ 30 جنيه خلاص مثل الموقف باستخدام عايزين نمثل الموقف باستخدام ايه مقدار جابري تمام ثم اذكر الحدود المكونة يبقى انا عندي كم حاجة عندي بيقول لك مثل الموقف باستخدام مقدار جابري وبعدين اذكر الحدود المكونة المقدار وذكر للحدود المتشابهة ذكر للثوابت وذكر للمعملات اول حاجة انا عايز اقول عند الوقتي عندي اقلام وقراسات اشترينا بعشر عشر جنيهات اللي هي القراسات كان سعرها وبعدين اشترينا القلم بخمسة جنيه صحي كده طيب انا عايز امثل فاحنا هنعمل ايه هنفرض ان عدد الكراسات هو اللي بالاكس ماشي والعدد الاقلام او عدد الاقلام تمام نفرض ان اكس تمثل عدد الكراسات او عدد الاقلام حلو المقدار الجابري بقى نعمله ازاي هو قال لي اشتري اقلام وقراسات بعشرة وخمسة جنيه صحي كده طيب انا هعمل ايه بقى هقول له انا عندي دلوقتي المقدار الجابري هيكتب كده يبقى عندي عشرة اكس وهي سعر الكراسات وعندي 5x اللي هي الأقلام تمام؟ وعندي هنا دلوقتي دفع كام؟ دفع 30 أو زود عليها 30 بمبلغ 30 مثلنا الموقف بشكل ايه؟ مقدار جبري مقدار ايه؟ مقدار جبري يبقى 10x زائد 5x زائد 30 خلاص كده؟ طيب فين الحدود المتشابهة؟ الحدود المتشابهة لما نيجي نتكلم عليها يبقى عندي 5x أهي؟ وعندي 10x ممتازين طيب يا ميس فين السوابت؟ السوابت هي 30 السوابت هي 30 طيب فين المعاملات؟ معامل يسألني فين المعاملات؟ المعاملات وهو الرقم المضروف في المتغير اللي هي الخمسة واللي هي العشرة نقول تاني عرفنا نكتب مقدار جبري باحتمال أو بنفرض ان الـ x هي اللي تمثل عدد الكراسات أو عدد الأقلام حلو يبقى هقول 10x زائد 5x الـ 2 زائد بعض زائد 30 خلاص؟ طيب اشترأ أدوات مدرسية هو بيقول لك وبعد ذلك اشترأ أدوات مدرسية يعمل يزود هو فبالتالي بقت 10x زائد 5x زائد 30 لما جيت عملت المقدار بتاعي جبري قال لي أذكر الحدود هما كم حد لدي؟ لدي تلت حدود لدي كم حد؟ تلت حدود طيب الحدود المتشابهة فين؟ الحدود المتشابهة هي عبارة عن 5x و 10x طيب من السابت هو التلاتين؟ من المعامل هي الخمسة وكم و 10؟ حلو كده؟ تمام طيب لو جيت قدت لك سؤال تاني اختر الإجابة الصحيح اختر الإجابة لإيه؟ الصحيح لما جاء اختر الإجابة الصحيح هاركز شوية في اللفظ اللي مكتوب علشان ما طلخبطش خدنا معاملات خدنا سوابت خدنا متغيرات خدنا اللي هو الحدود المتشابهة والحدود الغير المتشابهة لما يجيس أن يقول لي معامل كلمة معامل يعني عدد مضروف في المتغير معامل حد الجبري 5x هو يطر اختار أي اختيار يا ولاد؟ اختار واحد؟ لا اختار 5؟ أيوة طبعا هي دي اللي اختارها ليه؟ لأن هنا ضربة الـ x في كام؟ في 5 فإذا من هو المعامل هنا؟ المعامل هنا هو 5 ممتازين عفي على أولادي طب ندخل على السؤال اللي بعد احنا كده اخترنا عن المعامل طب لو جبت لك سؤال عن الثابت الثابت في المقدار 3x زائد 5b زائد 4 هو وحطط لك الاختيارات اللي قدام 4 ولا 5 ولا 3 ولا 3 و5 هو بيسأل عن مين؟ بيسأل عن الثابت ومن هو الثابت؟ هو العدد من هو الثابت؟ هو العدد فين العدد؟ أيوة برافع لكم اللي هو مين؟ اللي هو 4 من هو العدد اللي في المقدار؟ العدد اللي في المقدار الثابت هو 4 يبقى احنا عارفنا دلوقتي المعامل والعدد الذي يضرب فيه المتغيم فهي 5 طب والثابت؟ الثابت هو العدد الموجود في المقدار الجبري اهو يبقى كام؟ يبقى 4 ما درش اقول 5 لانه 5 معامل ما درش اقول 3 لانه 3 معامل لإيه؟ تمام كده؟ تمام ندخل على السؤال اللي بعده لما اجي للسؤال اللي بعده هسألك عدد الحدود المكونة للمقدار 5x ناقص 3y زائد 7 يساوي كم حد؟ اه ده جات لنا في الجدول من شوية عد الحدود ادي 1 ها 2 ها 3 يبقى احنا كده كم حد؟ يبقى نقول 3 احسنتم جميعا ما اقدرش اقول 7 لان السبعة دي مين؟ السبعة دي العدد اللي هو السابت صحي كده وما اقدرش اقول 5 لانه 5 معامل لإكس وما اقدرش اقول 9 انا ما عنديش 9 هنا في المسألة حرص ما عنديش في المقدار ده 9 يبقى هنا لما يقول لعدد الحدود اعد لبقى هنا خدنا سابت في السؤال الاول خدنا المعامل ودلوقتي خدنا عدد الحدود بنعد الحدود اللي عندنا في المقدار الجبل لما ادخل على كلمة السابت في المقدار 4Y زائد 2X زائد 1 ونشوفه من الاختيارات اتفقنا الثابت وهو العدد هل يطر X هل يطر Y هل يطر 1 ولا لا يوجد ثابت طبعا دي بعيدنا زي الشمس مين اللي قدامنا للثابت؟ برافو الثابت هو العدد 1 يبقى انا هاختاري الاجابة بتحتي مين؟ جيم احسنتم طب واللي اختاري 2 او اللي اختار X هل X هي الثابت؟ لا ال X هي المتغير وال Y هي المتغير والمسألة فيها ثابت اللي هو كام؟ اللي هو ال 1 برافو يبقى في السؤال اللي عندي هنا رقم 3 و 4 في 3 قلتلك عد الحدود سهلا انه عد الحدود او ال 1 2 3 فبالتالي اخترت 3 لما يجي يقولك من هو الثابت في المقدار اللي قدامك اراح ادور على العدد دورت على العدد لقيته كام؟ لقيته واحد فاختاري الاجابة ايه؟ جيم ممتازين ندخل على السؤال اللي بعده اكمل ما يأتي على مهلكو انت بتحل معي طبعا احنا بنحل وبتسبقوني خلوا بالكم عشان ما نغلطش في السؤال بيسأل عن ايه؟ الثوابت في المقدار الجابري خلي بالك انت اللي هتكمل عايزين الثوابت في المقدار الجابري برافا عليكم فيه ولاد بيقولولي اتنين حلو بس لسه ما خلصناش وفيه ناس يقولولي الاربعة تمام بس برضو لسه ما خلصناش يعني اللي يقولي اتنين ويسكت لا اللي يقول اربعة ويسكت لا انا عندي كم ثابت في المسألة عندي اتنين وعندي اربعة عندي اتنين وعندي كم اربعة ارو حكتب اتنين صح كده على النقط واعمل فصلة اعمل الفصلة بتحتي واكتب اربعة يبقى انا عندي كم ثابت في المسألة عندي اتنين واربعة برافو عليك طيب لو جيت قلتلك عندي دلوقتي سؤال التاني بيقول لك المعاملات في المقدار الجابري عايزين نكمل كلمة المعاملات يبقى جبت لك السؤال اول في اكمل السوابت بس جبت لك سوابتين جبت لك في السؤال التاني المعاملات اروح ادور على المعاملات وهو العدد المضروف في المتغيب تعال نشوف هنا المعامل هنا كام في البيه تلاتة تلاتة انضربت في البيه طب المعامل اللي انضرب في الايه كام ومقامه يكون اربعة الربعة يبقى كام يا ولاد يبقى عندي التلاتة وعندي الربعة يبقى انا عندي مين ومين في المسألة في المعاملات دي عندي معاملين عندي يا ميس نكتب ثلاثة أحسنتم مبرافو عليكم شطار وعندي الربع وعندي الربع لأن الأي على أربع يبقى إذا انضربته في ربع يبقى عندي تاني الثوابت في المقدار الجابري عندي الثوابتين في المقدار الجابري اثنين والأربع طب لما أتكلم عن المعاملات فالمعاملات عندي برضو معاملين اللي انضرب في البي واللي انضرب في الاي اللي انضرب في البي ثلاثة كتبته واللي انضرب في الاي ربع كتبته يبقى أنا عندي التلاتة والربع طب لو جيت سألتك بقى على الحدود المتشابهة اللي هو الجزء الأخير لما عملنا الخريطة كده قلناها حدود متشابهة في المقدار الجبري تمام الحدود المتشابهة هي إما تاخد الـ Xات على بعض, يتاخد الـ Yات على بعض يتاخد الـ L على بعض على حقصها بالحروف اللي جايبها لك فالحدود المتشابهة هنا في المقدار الجبري كاتبلك 3 على 5X زائد 6Y ناقص 4 زائد 2X الملاحظ عن حدود المتشابهة التي لها نفس المتغير. برافو عليكم اللي هي اتنين اكس واللي هي تلت اخماس الاكس. اتنين اكس وتلت اخماس الايه? الاكس. انه احنا اكتبه. يبقى انا عندي مين ومين يا ولاد? عندي اتنين. ها اكس وعندي تلت اخماس الاكس. تلت اخماس الاكس. تلت اخماس الاكس. حلو قوي. يبقى انا عندي كم هنا حد متشابه عندي حدين. حدين المتشابين. اتنين اكس وتلات اخماس الاكس. طبي جيت سألتك عن عدد الحدود في المقدار الجبري. يلا نعد. يبقى انا جبتلك سؤال عن الثوابت. جبتلك سؤال عن المعاملات. وهجبتلك سؤال عن الحدود المتشابة. ودلوقتي جبتلك سؤال عن عدد الحدود في المقدار الجبري. يلا وحعد. عد الحدود اللي عندك. ادي واحد. ادي اتنين. يبقى انا راح اكتبع النقط كام? اتنين. جبتلك سؤال اكمل في كل النقاط اللي هي درسنا النهار ده. جبت لك عن الثوابط عرفنا انها الاعداد اخترت اتنين واربعة. قلت لك معاملات اخدت العدد المضروف في المتغير اللي هي التلاتة وخدت الربعة. طيب الحدود المتشابهة في المقدار الجابري اللي هو قدامنا ده. الحدود المتشابهة بناخد اللي هي فيها الرموز اللي شبه بعض في المتغيرات. يبقى عندي اتنين اكس وثلاثة اخماس الاكس. لما جينا لسؤال عد الحدود او عدد الحدود في المقدار الجابري اتنين اكس زائد واحد. يبقى معناها تعد الحد الاول والحد الثاني. فاذا اصبح كم حد لدي عندي حدين. عندي كم حد عندي حدين. تمام. طب لو جبت لك سؤال في جدول زي كده موجود بكتاب المدرسة وقلت لك اكمل الجدول التاني. المقادير الجابريين. تمانية زائد تلاتة اكس. انا عايزة عدد الحدود وعايزة الحدود المتشابه. تمام? وهسأل اسئلة تاني بس تركز معي. هرجع الحصة كلها دلوقتي. يبقى انا قلت الثمانية زائد تلاتة اكس. عدي للحدود. ادي الحد الاول وهدي الحد التاني. اذا هروح اكتب ايه? اروح اكتب تحت عدد الحدود. اكتب اتنين. ممتازين. طيب. سؤال. هل عندك حدود متشابهة? يعني عندي الاكسات. في اكسات اكتر من اكس. عندي ويات اكتر من بعضها. لا. ولا عندي اكس تانية. ولا عندي اي شيء. فاذا هنا نكتب ايه? هكتب لا يوجد. طيب. ممكن يا ميس تكمللنا ونقول حاجة تانية. نقول سؤال زيادة. نقول سؤال زيادة. طيب. من هو الثابت في المقدار ده? من هو الثابت? هقول ثمانية. طيب. من هو المعامل? التلاتة. ها. يبقى انا كده عملت كل الجداول اللي احنا اخدناها النهاردة والمقادير الجابرية اللي احنا اشترقلنا عليها. يبقى سألتك في الحد في عدد الحدود. سألتك في الحدود المتشبهة سألتك في المعامل سألتك في الثابت. طيب. تعال نشوف بقى اتنين زائد سبعة. يطبع عدد الحدود كام? ادي ادي حد و ادي اتنين. يبقى هنا نقول كام? يبقى اتنين. حلو اوه. طيب. الحدود المتشبهة عندك حدود متشبهة? ايوة عندي حدود متشبهة هي مين? عندي الحدود المتشبهة بتحتي الاتنين والسبعة و دي ارقام ايوه اكتبها الحدود المتشابهة 2 وكام وال7 تمام طيب اجا اتكلم بقى على مين اجا اتكلم عن العدد اللي بعده اشوف المقدار اللي بعده ليه 3A زائد 5B زائد 8A حلو كده طيب اروح ابص عليه عد لي الحدود عد 1 2 احسنتم 3 ممتازين برافو عليكم يبقى انا اكتب هنا كام اكتب 3 وراح قال لي سؤال بيقول لي اكتب لي الحدود المتشابهة لما اجا اكتب الحدود المتشابهة هاخد البي مع الاي ولا اخد الاي والاي لا هاخد الاي والاي يا ميس يبقى اخد 3A ومعاها طبعا البي ملاقاش اخ ملاقاش حدود المتشابهة لي يبقى اخد 8A وال3A ولو جيت سألتك من السابت هنا لا يوجد صح؟ لا يوجد من المعاملات عند المعامل 3 والمعامل 5 والمعامل 8 ها وضحت كده تمام نقول تين يبقى المقادير جابريلا ما يجيبها لي وقال لعد الحدود عدتها لما اقول حدود المتشابهة باكتبها ويجي اسألني من هو السابت اقوله من هو المعامل اقوله من هي المعاملات الحدود المتشابهة اتكلم واقول واكتبها زي الاخير ده هل الاخير المقدار الاخير في عدد ثابت لا طيب هل في حدود متشابهة ايوة في حدود متشابهة وهي الاي اللي هي 3A والتمانية وطبعا النهاردة تعلمنا تحديد عناصر المقادير الجابري تعلمنا يعني ايه حدود عدنا وتعلمنا الحدود المتشابهة والحدود الغير متشابهة الحدود المتشابهة اللي فيها XXX أو YYY وديه ايه الحدود المتشابهة طيب لو كتبتلك حدود غير متشابهة يعني جبتلك مقدار 2X زائد 3Y ييبقى دي اسمي حدود غير متشابه طيب لما اجيسألك على السوابة السوابت وهي الأعداد الموجودة في المقدار اللي هو المقدار اللي عندي المقدار الجبري يبقى الثابت وهو الأعداد لو كانت سبعة أو كانت تلاتة أو كانت اتنين أي عدد طيب من هو المعامل المعامل هو العدد المضروب في المتغير طيب المضروب في المتغير ممكن يكون اتنين ممكن يكون تلات ممكن يكون خمس ممكن ما يكونش عندي أعداد خالصة ويكتب لي اكس يبقى ساعتها المعامل بتاعها بكام بتاعها بواحد وإذا هنا قد انتهينا اليوم كان معكم الاستاذ عبي حسني على امل لقاء في حركة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته